بعت رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكراز المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقال جبالي في البرقية أنه يتقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس النواب خالص التهنئة القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يحل علينا في السابع من يناير كل عام وضاف أن هذا العيد ذكرى عطرة يحتفي بها المصريون جميعا وهم في رباط لم فصام بعده فقد تعانق الصليب مع الهلال في مواجهة كل من أصاب مصر من ملمات مختتما البرقية بدعوات الله أن يديم الوحدة والألفة بين أفراد الشعب المصري